السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء في كل مكان انتهينا خلصنا من شرح المحسنات اللفظية شرحنا الجناس وشرحنا التصريع وشرحنا حسن التقسيم والازدواج والسجع محسنات اللفظية خلصت النهاردة مع بعض هنشرح المحسنات المعنوية وبعدين هنحل مجموعة من التدريبات بحيث ان الأمر يكون سهل معاك ان شاء الله يلا بينا يلا بينا هنا المحسنات المعنوية أول حاجة هنتكلم عنها هي الطباقة الطباق ده سيدي هو الجمع بين كلمتين كل منهما عكس الأخرى يعني انت خدت الكلام بقبل كده يعني أنا عندي كلمتين يكونوا عكس بعض ساعتها أقول ان ده اسمه طباق أنا بتكلم في كلمتين كلمة عكس كلمة ولكن عايزك تعرف ان الطباق ده نوعين في حاجة اسمها طباق إيجاب وفي حاجة اسمها طباق سلب طب يعني بقى الكلام ده بالراحة طباق الإيجاب ده هو اللي انت عارفه اللي هو ايه اللي هو ان انا لقي كلمة وعكسها كلمة وعكسة مثلا نقول ايه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود فعندي كلمة ايقاظ مضادة لكلمة رقود لان يقض ونشط عكسها راقد فبالتالي يقض عكس راقد يبقى كلمة يقض وراقد بينهما ايه تضاد تمام يبقى تباقى الايجاب كلمة وعكسة او ما لتباقى السلب ده يا سيدي تباقى السلب انك تلاقي عندك بص كده فعل زائد نهي الفعل ده او نهي عن الفعل ده او انك تلاقي فعل زائد نفي الفعل ده بمعنى لما نيجي نقول ايه لا تخشو ده نهي واخشوني اه عندي فعل والنهي عن الفعل ده اسمه تباق سلب او تباق سلبي تمام اما اجا اقول ايه يعلمون لا يعلمون اه ده فعل ونفي الفعل يبقى انا عندي فعل والنهي عن الفعل او فعل والنفي عن الفعل ده اسمه تباق سلب اقول لك ايه ذاكر لا تذاكر فعل ونهي عن الفعل يبقى ده اسمه تباق سلبي اقول لك ذاكر الولدو او اقول لك ما ذاكره انا قلت الفعل ذاكره ونفيت المذاكرة قلت ما ذاكرة يبقى دا اسمه طباق سلبي أما الإيجاب كلمة وعكسها السلب عندك فعل ونفيه أو فعل ونهيه بمجرد النظر ليهم هتعرفهم إن شاء الله ولكن عايزك تاخد بالك إن طباق الإيجاب قد يكون من حيث المعنى بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لو عندي كلمة ممكن مثلا كلمة ذي كلمة إيه؟ كلمة ذي كلمة أحمر وكلمة ذي كلمة مثلا أصفر بص يا سيدي في بيت شعري مثلا ممكن يجيب لك كلمة حمرتا وصفرتا المهم يعني اللي هو اللون الأحمر والأصفر أنت لو جيت دققت النظر كده هتقول إن أحمر عمرها ما تكون مضاد الأصفر لإن الاتنين ألوان أقولك إن الكلمتين دول ممكن من حيث المعنى يكونوا عكس بعض أو أي كلمتين لو معناهم لو هما من حيث المعنى مضادين لبعض إمامة بينهم طباق طباق إيجاب إزاي الإنسان لما يكون عنده صحة وقوة بيبقى وجهه أحمر فبنقول عليه آه ده وجهه أحمر تمام أما لما يكون عنده أو لما يكون مصاب بالمرض مثلا فبنقول آه ده ذابل ده أصفر ده لونه أصفر فأصفر إذا اقترنت بالمرض تبقى عكس أحمر لإن أحمر تقترم بالصحة والسلامة والعافية فمن حيث المعنى ممكن يكونوا عكس بعض تمام كذلك الطباق الإيجاب عايزك تاخد بالك إن مش شرط يكون كلمة عكس كلمة وخلاص أو مش شرط إن لازم ده اسم ولازم ده اسم لا ممكن يكون اسم عكس اسم ممكن يكون اسم عكس فعل يعني اسم عكس اسم أو اسم عكس فعل أو فعل عكس فعل المهم إن أنا يكون عندي حاجة مضد الحاجة وخلي بالي من حتة المعنى دي تمام تمام سر جمال الطباق تأكيد المعنى وتوضيحه يؤكد أو تقول توكيد المعنى وتوضيحه يؤكد المعنى ويوضحه سر جمال الطباق تأكيد المعنى وتوضيحه طيب إيه المقابلة إحنا قلنا يا سيد إن الطباق كلمة بكلمة فلو عندي كلمة عكس كلمة يكون طباق إيجاب فعل ونفي أو فعل ونهي يكون طباق سلب بس الموضوع كله بيختصر أو بيتضمن كلمة بكلمة فقط أما المقابلة فجملة بجملة جملة كملة مضادة لجملة كملة جملة كملة عكس جملة كملة طيب لما نقول إيه يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث عند هنا كلمة يحل مضادة لكلمة يحرم وكلمة لهم مضادة لكلمة عليهم وكلمة الطيبات مضادة لكلمة خبائث يعني أنت عندك ثلاث كلمات مضادين لثلاث كلمات فكده عندك جملة مضادة لجملة كملة مش كلمة بكلمة هنا بقى ده جملة وجملة ساعتها تقولني دي مقابلة مش طبق طبق كلمة بكلمة المقابلة جملة بجملة طبق كلمة بكلمة المقابلة جملة بجملة نقول إيه فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا بص يا سيدي حاربوا مضادة لسالموا أذلوا مضادة لأعزوا عزيزا مضادة لذليلا فيبقى بين جملة سالمه أعزه ذليلا وبين جملة حاربه أذله عزيزا بين الجملة دي والجملة دي مقابلة وليس الطباق لأن جملة عكس جملة سر جمال برضو المقابلة هي توكيد المعنى وتوضيحه وسر جمال الطباق وسر جمال المقابلة توكيد المعنى وتوضيحه طيب بعد كده التورية يعني ايه تورية بص يا سيدي التورية دي هيكون عندك كلمة كويس جدا عندي ايه كلمة اصحى الكلمة دي لها معنيين في حاجة اسمها معنى قريب وفي حاجة اسمها معنى بعيد خلاص كده اتفقنا ان التورية هيكون عندي ايه كلمة الكلمة دي لها معنيين في حاجة اسمها معنى قريب وفي حاجة اسمها معنى بعيد طيب يعني ايه معنى قريب ويعني ايه معنى بعيد معنى قريب انت اول ما تقرأ البيت الشعري او اول ما تقرأ الجملة المعنى القريب ده يوصلك تفهمه على طول طيب والمعنى البعيد لا ما يجي لك شجر لما تقعد تفكر في الجملة كتير يبقى بيكون عندي كلمة الكلمة دي لها معنى يين معنى قريب اول ما بتقرأ الجملة بيوصلك ومعنى بعيد ما بتقدرش توصله غير لما بتفكر كتير كويس طيب المعنى القريب ده بنسميه معنى غير مقصود يعني المعنى اللي انت وصلت له من المرة الاولى ده او اللي انت وصلت له بسرعة ده احنا مش عايزين احنا ما نقصدوش طب والمعنى البعيد اللي ما بيجيش غير بتفكير لا هو ده المعنى المقصود تمام كده بمنتهى البساطة ها يبع عندي ايه كلمة لها معنى ايه اول ما بقرأ الكلمة بيوصلني معنى المعنى ده بنسميه المعنى القريب وده احنا مش عايزينه غير مقصود اما لما بعد افكر كتير بوصل للمعنى البعيد وده هو المعنى المقصود طيب تعالى نشوف مثال لما نقول ايه ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى اول ما تقرأ كلمة تعالى دي يوصلك على طول ان تعالى دي بمعنى تنزها التي تقال الله سبحانه وتعالى تنزها تمام حسبك الله تعالى دايما بتقول الله تعالى الله تعالى فبالتالي تعالى دي تيجي في دماغك على طول ان هي تعالى بمعنى على وارتفع وتنزها ده المعنى ايه ده المعنى اللي وصلك في الاول اللي احنا سمناه المعنى الايه القريب اللي هو المعنى غير المقصود او غير المراد اللي احنا مش عايزينه طيب وما الحسبك الله تعالى تعالى هنا بقى بمعنى ايه لو انا فكرت شوية هو بيقول ايها المعرض انت يالي سيبنا وماشي يعني يكفيك البعد ده تعالى 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 بمعنى أقدم تعالى هنا فتعالى دي بمعنى أقبل وده المعنى المراد أو ده المعنى الايه ده المعنى البعيد اللي احنا ما وصلنا لوش غير بعد ما فكرنا شوية قدرنا نوصله يعني ما وصلنا لوش من الوهل الأولى أو من النظرة الأولى لأ ده احنا فكرنا عشان نقدر نوصله تعال ناخد كمان نسان عشان الأمور تتضح هنا بنقول لي يا عاذيلي فيه يقول لي إذا بدأ كيف أسله يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو خلاص طيب وكلما مر يحلو إنت لما تيجي تقرأ كلمة مر وكلمة يحلو على طول تقول إن المعنى القريب للكلمة دي خلاص إحنا اتفقنا لها معنين تقول إن المعنى القريب دي اللي هي مر من المرارة من إيه من المرارة اللي هو الحاجة المر يعني من المرارة خلاص طيب ده المعنى القريب اللي إحنا مش عايزين تمام طيب عم فكر في البيت شوي هو بيقول يا مر بي كل وقت بيعد علي كل شوي وكلما مر من المرور كل ما يعد علي بيحلو خلاص فهنا جاي من المرارة مش من المرارة من المرارة من السير قدامه يعني فبالتالي هنا جاي من من السير قدامه أو من المرور وده المعنى المراد أو ده بنسميه المعنى البعيد المقصود يبقى مرة من المرارة ما نقصداش المعنى البعيد اللي هو من المرور من السير من المشي هو ده اللي إحنا عايزين طيب تعالى ناخد كمان مثال على التورية عشان عارف ان انت مستصعبة شوي قول الشاعر كيف يشكو من الضمأ من له هذه العيون خلاص المعنى القريب انت بتقول كيف يشكو من الضمأ اللي هو العطش يعني من له هذه العيون فعلى طول يجي في دماغك ان العيون دي اللي هي خلاص اللي بتروي العطش اللي هي ايه الماء فالماء ده هو المعنى الايه خلاص اللي هي الماء يعني عيون الماء يعني ده كده المعنى القريب وده المعنى القريب اللي احنا فهمناه من النظرة الاولى فده غير مقصود مش عايزينه في حاجة انما الراجل كان بيتغزل فبالتالي المعنى البعيد بالنسباله اللي هو العيون التي نبصر به عيون ايه عيون اللي هو عضو الابصار عضو الابصار وده المعنى البعيد وده المعنى الايه المراد يعني ده المعنى اللي احنا عايزينه يبقى التورية كلمة لها معنيين معنى قريب ده بيوصلك من النظر الاولى او من الوهل الاولى انا مش محتاجه معنى بعيد ده ما بتوصلوش غير بعد تفكير شوية في الجملة او في البيت وده المعنى اللي احنا عايزينه طيب بعد كده يا رب نكون فهمنا التورية بعد كده الالتفات الالتفات يعني الالتفات بص اسي هو الانتقال بين الضمائر اي من ضمير الى ضمير والمقصود واحد يعني ايه يعني ممكن الشاعر او في اي جملة لان نخلي بالك الطباق والمقابلة والتورية والالتفات دي محسنات موجودة في الشعر والناثر موجودة في الاتنين ما فيش حاجات منهم خاصة بالشعر وحاجات خاصة بالناثر زي ما كنا بنقول في التصريع والسجع والحسن التقسيم والازدواج والكلام ده لا عندك الجناز من المحسنات اللوظية وعندك الطباق والمقابلة والتورية والالتفات كل ده موجود في الشعر والناثر عادي جدا انت بس تفهم يعني ايه جناس يعني ايه التفات يعني ايه طباق يعني ايه مقابلة كده بصوا بقا تعالوا نرجع للالتفات هيكون عندي شخص مثلا وكأنه بيتكلم عن نفسه حالو ماشي تمام عشان يتكلم عن نفسه يقوم مرة مستخدم ضمير متكلم يقولك مثلا انا فاستخدم ضمير ايه استخدم ضمير متكلم ويقوم رايح عشان يتكلم عن نفسه برضو يعني هو بيتكلم عن نفس الشخص اللي هو نفسه يقوم رايح مستخدم ضمير مثلا مخاطب يبقى الراجل ده عمل ايه انتقل من ضمير المتكلم الى ضمير المخاطب والمقصود واحد لان هما الاثنين عقيدين على واحد شخص نفسه هوش نفس الشخص نفس الجثة يبقى معنى الالتفات هو انك تستخدم ضميرين بنوعية مختلفة يعني ضمير متكلم وضمير مخاطب ضمير مخاطب وضمير غائب ضمير غائب وضمير متكلم اي انت بتنتقل من ضمير الى نوعية اخرى من الضمير والضميرين يعني يعودوا على نفس الشخص او هم خاصين بنفس الشخص تمام طب تعالى نشوف مثال نفهم من خلاله الموضوع ماشي ازاي انا المرء لا يثنيه الرجل بيتكلم عن نفسه فبيقولك ايه انا فانا ده كده ضمير ايه متكلم هو بيتكلم عن نفسه قالك لا يثنيه بيتكلم برضه عن نفسه فهنا هو استخدم ضمير المتكلم اللي هو انا هو بيتكلم عن نفسه ورجع قاله لا يثنيه رجع استخدم لضمير ايه ضمير غائب وبرضه هو بيتكلم عن نفسه يبقى هنا هو انتقل من ضمير متكلم الى ضمير غائب والمقصود واحد يعني هو بيتكلم عن شخص واحد اللي هو نفسه تمام يبقى ده اسمه التفات يبقى الالتفات انه ينتقل من ضمير الى ضمير والضميرين يكونوا عائدين على نفس الشخص يبقى ده اسمه التفات تمام سر جمال الالتفات طبعا إثارة الذهن وجذب الانتباه وبرضو خلي بالك سر جمال برضو التورية هي إثارة الذهن وجذب الانتباه ليه؟ لأن التورية كانت بتحرك ذهنك بتخليك تفكر يا ترى إيه المعنى القريب وإيه المعنى البعيد وإيه البعيد وإيه القريب فبتخليك تعملك إثارة أو تخليك تفكر يعني عشان توصل إيه القريب وإيه البعيد والكلام ده برضو الالتفات بيعملك إثارة في الزهن بيخليك تفكر وانتقل من ضمير ايه الى ضمير ايه ويطرع ايدين على نفس الشخص ولا لا فبتعملك اثار الذهن وجذب انتباه يبقى ده هو سير الجمال كده انتهينا من المحسنات المعنوية نراكم دائما على خير في حفظ الله ورعايته